السلام عليكم أصدقائي هذه خريطة أنقرة تركيا تقع أنقرة في منتصف نهر كيزيلرماك واسكاريا ويشكل نهر اسكاريا حدودها مع إسكي شهير في الغربي تشترك أنقرة في حدودها مع كولو وتشانكري في الشمال قونية في الجنوب وكريكالي في الشرق تقع أنقرة ومحافظتها في منطقة وسط الأناضول في تركيا يتدفق نهر جوبوك بروك عبر وسط مدينة أنقرة وهي متصلة في الضواحي الغربية للمدينة بنهر أنقرة وهو أحد روافد نهر سكاريا لطالما كانت أنقرة منطقة زراعية منتجة في الأناضول اشتهرت أنقرة في العهد العثماني بإنتاج الحبوب والقطني والفواكه عفوا الرجاء التعليق على أنقرة مستمر قامت المدينة بتصدير الموهير من ماعز الأنجرة وصوف الأنجرة من أرنب الأنجرة دوليا لعدة قرون في القرن التاسع عشر صدرت المدينة أيضا كميات كبيرة من جلود الماعز والقطة والصمغ والشمع والعسل والتوتي وجذر الفوتي تم ربطها بإسطنبول عن طريق السكك الحديدية قبل الحرب العالمية الأولى واستمرت في تصدير الموهير والصوف والتوتي والحبوب ساحة كيزيلا بوسط أنقرة مع مركز إيميك للأعمال 1959 إلى 1965 أول برج مكتب متعدد الاستخدامات على الطراز الدولي ومركز تسوق في تركيا منطقة وسط الأناظول هي واحدة من المواقع الرئيسية لإنتاج العنب والنبيذ في تركيا وتشتهر أنقرة بشكل خاص بعنب كاليجيك كاراسي وعنب مسقط ونبيذها كافاكليدر الذي يتم إنتاجه في حي كافاكليدر داخل منطقة كانكيا في المدينة تشتهر أنقرة أيضا بالكمثرة منتج طبيعي آخر شهير في أنقرة هو نوع العسل الأصلي أنقرة بالي المعروف بلونه الفاتح ويتم إنتاجه في الغالب من قبل مزرعة أتاتوركا وحديقة الحيوانات في منطقة غازي ومن قبل مرافق أخرى في المداج وكوبوك وبيتازار المقاطعة كان سدا جوبوك سالب واحد وسدا جوبوك سالب اثنين على نهر جوبوك بروك في أنقرة من بين السدود الأولى التي تم تشيدها في الجمهورية التركية هذا كل شيء حتى لنا شكرا على الإنصات ارجو الاشتراك للحصول على أفضل الخرائط وحب انقرة السلام عليكم